أحدهم من سوء رأيه يتصور أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بدعة نسأله هل هناك نص في تحريم المولد النبوي الشريف من القرآن أو السنة يقول لا نقول هل هناك نصوص في القرآن تقتضي تبجيل الرسول صلى الله عليه وآله واحترامه يقول نعم هناك نصوص في القرآن الكريم تقتضي احترام رسول الله صلى الله عليه وآله يقول طيب هناك أكثر المسلمين اجتهادهم أن إقامة المولد النبوي الشريف هو تطبيق للنصوص الدينية التي تأمر بتبجيل رسول الله باحترام رسول الله بذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وأنت رأيك يخالف رأي هؤلاء ومستند رأيك ليس القرآن ولا سنة الرسول صلى الله عليه وآله وإنما تصورات أو بتعبيرك اجتهادات لبعض الأشخاص فعابر هذا الاجتهاد الخاطئ إن صح تسميته اجتهادا وليس هو باجتهاد وإنما هو رأي سيء سوء رأي وقصور في الفهم يتم تكفير أو تضليل عامة المسلمين الذين بإقامتهم للمولد النبوي الشريف يبجلون رسول الله صلى الله عليه وآله ويذكرونه ويحترمونه ويطبقون كليات النصوص الدينية في احترام رسول الله صلى الله عليه وآله وحينما تناقش مثلا هذا الشخص تقول بأنكم مثلا تصلون الصلاة الفلانية وهي في صحاحكم يعبر عنها بالبدعة نعمة البدعة يقول إن البدعة أقسام بدعة حسنة وبدعة سيئة زين لماذا حينما يصل الأمر إلى المولد النبوي الشريف تعتبره بدعة سيئة لماذا لا تعتبره بدعة حسنة وهو ليس بدعة بالأساس ولكن مجاراتا في الكلام والنقاش والصلاة اللي هي أمر موقت من الشارع وتوقيفي في كيفيتها تجوز البدعة فيها مثلا وتعتبرها بدعة حسنة وتقول نعمة البدعة